أهلا بحضراتكم مرة تانية وبرحب ضيفي طبعا النجم الكبير كابتن علاء إبراهيم نور الدنيا كابتن علاء بسخن أنا كمان عشان أخش معاك عندي موضوعات وملفات كتير قوي هتسمح لي ورغم أنه يمكن يعني وجهة نظر النادي الأهلي لترحة النهاردة في المؤتمر واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى أي تأويل أو تفسير من أي نوع بس ما يمنعش برضو أن احنا نسمع رأي واحد من الناس التقيلة في رياضة كرة القدم والسبي بتاعه والمواقع المسؤولية اللي هو تولها تتيح لي للناس على أقل تأديل أنا متأكد تماما تماما بنسبة مليون في المية أنه كل من هو في موقع مسؤولية مدرك تماما لحقية الحقية النادي الأهلي في كل ما طرحه النهاردة من سواء رؤية تتعلق أو حقوق مطالب بها لكن خلينا نشوف المهندس هانيا بوريدا يمكن كابتن علاء أصدر بيان وطبعا المهندس هانيا بوريدا عضو مجلس الاتحاد الدولي الكورت القدم وعضو المكتب التنفيذي اتحاد الأفريقي الكورت القدم هو الحقيقة أصدر بيان حسن فيه الجدل حوالين أزمة المرتبط الجدل المرتبط بأزمة نادي الأهلي مع اتحاد الكرة المصري في موضوع ملعب مباراة نهاية دولي الأبطال أصدر المهندس هانيا بوريدا بيان أكد خلاله أن التقدم لتنظيم أي حدث رياضي على أعلى مستوى داخل مصر هو مسئولية الاتحاد المصري لكورت القدم وليس مسئولية أي شخص آخر وأضاف أنه على مدار 18 عاما تشرف فيها بدوره في تنظيم مصر بكفاءة عالية للعديد من الأحداث الإفريقية والعالمية أهمها كأس الأمم الأفريقية عام 2006 وكأس العالم للشباب 2009 وكأس الأمم الأفريقية 2019 وكأس إفريقيا تحتلاته عشر سنة 2019 أكد أبوريدا أنه لم يتعقر يوما عن دعم أي فريق مصري إلى آخره لكن أنا همني بس مع الجزئية دي عايزة أكررها مرة تانية أكد المهندس هانيا بوريدا أن التقدم لتنظيم أي حدث رياضي على أي مستوى داخل مصر هو مسئولية الاتحاد المصري لكورة القدم وليست مسئولية أي شخص آخر يعني دي كانت شهادة مهندس هانيا بوريدا أو يعني زي ما جيه بيان مهندس هانيا بوريدا فيما يتعلق من وقع خبرته طبعا ومشواره الطويل مع الكرة على مستوى المحلي والقاري والدولي فيما يتعلق باستضافة حدث بحجم بوراة نهائي دوري الأبطار